بمزيد من البحث والتحليل ينضم إلينا من بغدادة الدكتور سعدون الساعدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ميسان أهلا بك دكتور معنا في العراق اليوم إذن هل يمكن اعتبار هذه الزيارة الروتينية لزيارة رئيس وزراء عراقي إلى واشنطن أم أن الأمر مختلف هذه المرة بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أخي الكريم وأحيي مشاهدي قناة الحب الكرام بطبيعة الحال يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا يأتيها زائرا يعني زيارة عادية هذه الزيارة مخطط لها ولديها موعد مسبق من قبل الرئيس الأمريكي وبدعوه من الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة حال السيد الكاظمي ذاهب إلى واشنطن وهو يحمل معه ملفات عديدة ولكن إذا لم تجرك الكتل السياسية العراقية ما هي العلاق الأمريكية العراقية فهذه مشكلة كبيرة أولا لنعلم جيدا أن العراق لا يقدم إلى واشنطن سوى العلاقات العسكرية لأن العراق ليس لديه قدرة اقتصادية حتى يساعد واشنطن وهي ليست بحاجة إلى ذلك وليس لديه تقدم تقني ومعلومات حتى يساعد واشنطن وليس لديه قوة عسكرية حتى يساعد واشنطن وإذن السؤال الأعمق إذن ما هي طبيعة العلاقة المستقبلية ما بين بغدال وواشنطن هنا هذا سؤال يطرح نفسه دكتور سعدي بجميع الاتفاقات التي تبرم بين الدول تبنى هذه الاتفاقات على مبدأ خذ وعطي ما الذي يمكن للعراق أن يقدمه كي يحصل على ما يريد من واشنطن على الأقل بطبيعة الحال أنا جايك بالكلام ولكن هناك ثلاثة أنواع من الاتفاقيات تعقدها واشنطن مع دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية وإلى يومنا هذا لن تخرج عن طبيعتها أما اتفاق حماية يعني تتعهد واشنطن بحماية الدول وهذا الاتفاق مع دول الخليج يعني حماية أمريكية أما علاقة التحالف كما موجود القواعد العسكرية في اليابان وفي ألمانيا وهناك اتفاق الذي يشمل العراق هو جنوب شرق السياسي هذا الاتفاق نسميه التواجد العسكري مقابل المساعدات يعني هذا النقطة هذا العنوان الأبرز يعني العراق هذه فرصة تاريخية مخطئ من يظن بأن الموقف في صالح الولايات المتحدة الأمريكية لا أبدا الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى الجيو الستراتيجية العراقية بحاجة إلى الموقع الستراتيجي بحاجة إلى تواجد العسكر الأمريكي في المنطقة إذن على العراق أن يستثمر هذه الفرصة وأن يفتح حوارا ستراتيجيا مع واشنطن على ما الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية مقابل هذه العلاقة الستراتيجية نعم هذا دكتور ما يتعلق بالعراق اليوم نتحدث عن أولوية العراق في هذه المباحثات وفي هذه الزيارة تحديدا كيف يمكن ترتيب الأولويات العراقية هناك شقين حقيقة الشق الأول سيد الكاظم سيطرح ملفات وهذه فرصة تاريخية على اعتبار أنه يزور واشنطن بهذه الفترة القياسية وهناك انتخابات أمريكية ورئيس ترامب أيضا بحاجة أن يهدأ الوضع ويستقر في العراق حتى يعطي انطباعا بأن تدخلهم في العراق يكون حميد وبالتالي هذه فرصة سوف يقدم الرئيس دونالد ترامب بعض الهبات والمساعدات إلى العراق ولكن بشرط إذا تصرف السيد الكاظم بقوة ناعمة وهادئة وتعرف التسياسة هي عبارة عن قدرة الأقناع الشق الثاني سيقوده وزير خارجية العراق ما يتعلق بالحوار الستراتيجي طبعا وزير خارجية العراق الجديد شخصية عقلانية وشخصية معترمة شخصية تسمع الكثير لا يصرح كثيرا قبل أن يمارس وهذه الشخصية العقلانية دكتور ساعدي هل يمكن أن تمسك العصى من الوسط ما بين قضية الضغوط الدولية الأمريكية تحديدا وما بين ضغوط سياسية داخلية داخل البرلمان العراقي والعملية السياسية وأعطيك الدليل حينما ذهب السيد فؤاد حسين بمعية الكاظم لزيارة طهران الرجل هناك تصرف بمنتهى العقلاني ومنتهى الحكمة قال لطهران وفي عقر دارهم قال نحن العراق حاليا لسنا بحاجة إلى التمحور ولسنا بحاجة إلى صراع جديد ونحن بحاجة إلى الاستقرار ونحن سنكون جسرا بين هذه الدول إذن كان في منتهى العقلانية تصرف مع تركيا بكل ما تعنيه الكلمة بمعنى من حكمه أيضا استدعى السفير التركي أيضا قدر أن يحول الصراع إلى مجلس الأمن الدولي إذن العراق ماشي في الطريق الصحيح وبالتالي أنا متأكد وعلى يقين سيكون الحوار هادئ وعقلاني جدا مع بومبيا من قبل العراق لماذا؟ إنه حواس تراتيجي عموما الحوارات الناعمة تحتاج دكتور كما تعلم بطبيعة الحال إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع لكن رغم نفي الكاظمي أن يكون دوره ناقل أو ساعي بريد كما وصفه هو في تصريحه اليوم لكن هناك تساؤل يطرح على قضية زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني إلى بغداد قبل زيارة الكاظمي إلى واشنطن كيف يمكن تفسير هذه الزيارة؟ وهل جاءت صدفة زيارة قآني إلى بغداد بهذا التوقيت؟ لا هي ليست جديدة قبل أن يسافر السيد الكاظم كان مفترض عند زيارة إلى المملكة العربية السعودية قبلها بيوم كان عدنا محمد جواد ضريف زيارة العراق نتفهم حجم العلاقة العراقية الإيرانية وتدخل التدخل الواضح من قبل إيران في الملف العراق هذا واضح ولكن السيد الكاظمي بدرهم من هذا التدخل الواضح السيد الكاظمي بصريح العبارة كان عقلانيا حتى في تصرفه هو يعلم علم اليقين ليس للعراق القدرة على المواجهة الحقيقية مع فئات محلية ولذلك هو يلقى بالعراق عن أي تصعيد أو مواجهة مع أي طرف كان من بغداد سعدون السعدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ميسان شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا جزيلا لوجودك معنا